يجوز إحنا هسا من نموت ونروح للبرزخ ويجوز الله إريد يعرفنا رزقه رزقه بعد نقول شنو هاي الدنيا شقد شان الضيقة سوالفه شقد صغار شقد بسيطة إحنا تندنا نتصور الرزق هيت والعلم هيت وإذا السالفه شنية أكبر وأوسع وأكبر إحنا هذا محصورين بقفص هذا طير طير جيبونا يحطونا بقفص ساجنينه مقيدينه وتعال غرد يريد نسمع صوتك صبح هذا منظمة يغرد وإلا ومو هذا تغريده الحقيقي صوته هذا مو صوته الحقيقي بس التساجنه أو هو بسجنه هذا يريد يعني يسوي العدة قدر إمكانه بس من تكسر له القفص ويتحرر شو يلقي لا الأمر غير سالفة الروح همهي يجتري بلبل روحك إذا إنت حاسرة بهذا القفص يطيك اللي إنت هذا بس إنت من تفتح الآفاق قدامه إنت ليش غايتك قفص هذا صغير لا أكسر القفص غرد اطلع لا يعني مرات واحد مخلوق الله أكبر مخلوق الله خالقه إنسان عظيم الإنسان عظيم لأن الله خالقه وإذا هذا حياته من الصبح ليه جاي بقفص بس شونا الدولار صعيت نزيل شونا الشغل شلونه الصبح يسولف بالشغل بالليل يسولف بالشغل يما هلي يسولف حاسرة روحه بقفص الله خالقه عظيم حر قوي وإذا هذا إلا فلانه الصبح بفلانه العصر بفلانه صبح فلانه فلانه شيني فلانه إكسر القفص تحرر سالفة أرواحنا تشبه هاي مثلا فترض هو يعني لعب كرة قدم الصبح يسولف بالأندية وياها الفاز وياها الخسر وذوله وراحه يروح العصر يقعد يلعب حياته كلها قفص هاي شنو؟ إكسر القفص فضعه واحد قفصه الدنيا فلوس أموال نساء شهرة رياضة فن هاي شنو هاي؟ إكسر القفص حرر اطلع سولف بالحقيقة سولف بالقرب من الله سولفه بمحمد والمحمد إكسر القفص أكو قفص أنا أخلي به يعني مرات يقولون إكسر القفص مرات يقولون أنت ليش هتروحك بقفص أصلا؟ ليش؟ أنت الله خالقك إليه خالقك المحمد والمحمد يعني خالقك الأشياء كبيرة المؤمن مو ضعيف المؤمن قوي المؤمن ذو جلال قوي على نفسه أولا الإنسان إذا انتصر على نفسه وغلب نفسه أعظم غيلان الكرة الأرضية يغلبها الإنسان إذا صار شجاع على نفسه الأمارة بالسوء وكسر خشمها راح يقهر أقوى قوة بالعالم ما تقدر له بعد السالفة بك الإنسان إذا وصل إلى مرحلة قهر قهر ملكاته السيئة وقهر المعاصي الله يخلي به جلال وقوة بعد ما يخاف الإنسان ما يخاف؟ لا الكون كل يقوم يخاف منه من خاف الله خاف منه كل شيء شوف السالفة وين؟ يمتى يخاف الله الإنسان من يصير شجاع على نفسه شوف العلاقة عكسية سبحان الله النفس أماره بالسوء تجي النفس تدفع الإنسان للمعصية شو سوي لأول مرة ضعفه وبعدين تطيحه بالمعصية فهو بالمرحلة الأولى مرحلة الإضعاف هو يصير شجاع شنو؟ شنو أعصى الله؟ شلون؟ مرات أكو واحد يجاهد نفسه مرات أكو واحد يراقب نفسه مرات لا يتعاملوا إياها قدامه جرة للملكات السيئة يقهرها يقهرها ما أرتكب معصية لا والله ما أرتكب معصية لخاطر فاطمة الزهراء لخاطر رسول الله لخاطر صاحب الزهراء ما أرتكب يحكو إياها وياها هي تدعي للمعصية هو يسولفو إياها قلتاش إيه؟ وتالي إيه بالله إيه؟ ورحنا وسوينا هاي المعصية وشنو بعدين؟ سولفتوا هاي بالحرام المرأة وتالي إيه وشنو؟ وهاي المحادثة الله يقراها الله يقراها صاحب الزمان يقراها شنو هالضعف هذا؟ لا 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 ما أسوي ما أسوي مو ثوبي شجاعة إذا صار الإنسان قوي على نفسه صار قوي بكل المواطن بس إذا صار ضعيف تجاه نفسه سبحان الله يقوم يخاف من الظلمة من الظلمة يخاف بس زونة خوفه بس زونة قمزة إيه؟ لأن هي نفسه هاي منه تعليه هو هي هاي أنت تسيطر من الداخل سيطر من الخارج تنكسر بالداخل تنكسر بالخارج ما عادلها روحة للقاضي روحة للله ما عادلها؟ سأل مواضحة أنت تنتصر تنتصر بالداخل تنتصر بالخارج تخسر معركة الداخل تخسر معركة الخارج ومع ذلك شكرا للمشاهدة